مجهود بمبادرة من لجنة الشباب اللي طبعا يعني الحقيقة بتثبت انها مش لجنة جاية يعني تبقى حبرة على ورق لا عايزة ترتبط بناديها عايزة تفكر برا الصندوق عايزة تقدم هي كمان شكرها وامتنانها للنادي الاهلي من خلال عمل اكتهدوا فيه وصرفوا عليه طبعا محاولة تحية لها قيمتها وبطمنك على مستقبل النادي الاهلي ايضا انه رأوا جنود دايما هيشيلوا هم عشان كده حلقة النهاردة هتوقف عند ال 113 سنة ايه اللي حصل من 113 سنة وايه اللي بيحصل دلوقت وايه علاقة الماضي بالحاضر وهذا العلاقة كيف يمكن ان نعتبرها محاولة استشرافية للمستقبل عشان نطمنكم ان شاء الله تعالى على مستقبل النادي الاهلي وعلى حاضره لما يذكر ابريل 1907 يذكر نشأة النادي الاهلي بس اول ما يذكر اسم النادي الاهلي من العدم لابد ان يذكر الاب المؤسس عمر بيت لطفي هذا الرجل اللي كل اهلاوي مدين له بالترحم ومدين له بالعرفان ومدين له بالامتنان ومدين له بمحاولة تذكر مشوار هذا الرجل كيف نبتت هذه الفكرة في رأس واحد من ابرز رجال التعاونيات في مصر مطلع هذا القرن واحد اصدقاء مصطفى كامل حامل لواء ومشعل الحركة الوطنية في مهديها عطف يا بشوانس شخصية استثنائية بتجسد ان الانسان اللي ما كله حلم ويصدقه ما فيش حاجة توقف قدامه لان فكرة انشاء نادي وطني دي كانت بعيدة او ما فيش نادي مصري فانك انت تقعد تفكر وهديك تفكيرك انك تشوف الاشخاص اللي انت هتحتاجهم عشان تاخذين الموافقات وتكون لهم مجموعة تبدأ بيها لحد ما تكون يعني النادي بمعناها الحقيقي من خلال طرح اسهم وجميع ممية من حملت الاسهم انسان طبعا سابق عصره وهو دايما الناس اللي هي بتفكر في بكرة هي اللي بتقدر تعمل التطور عمر بيك لطفي ولد في الاسكندرية في 1868 عمر لطفي بن يوسف عشور تعلم في مدرسة الجمعية الخيرية الاسلامية طبيعة تعليمه في المدرسة الخيرية الاسلامية خلته يبقى متفتح اكتر على الاهداف الخيرية على الجهود المجتمعية على العمل التعاوني فلما شفوا الرابط بين الامس واليوم الامس البعيد قوي النادي الاهلي وهو يؤسس اليوم جمعية الاهلي للدور المجتمعي وكل هذا التفاعل مع مجتمعه هو ده المنبع اللي نبع منه النادي الاهلي هو ده المعين اللي ارتوى منه عمر بيك لطفي لما كان واحد من اهم رجال التعاونيات مطلع القرن الفائت كان من ابرز الاعمال الخيرية في تاريخ عمر لطفي ايضا ترأسه لنادي طلبة المدارس العليا كان فكره التعاوني انه مؤمن بالعمل التعاوني مؤمن بالخدمة الخيرية للاخرين مؤمن بمساندة الناس اللي محتاجة استمر الرئيس لنادي طلبة المدارس العليا زي ما قلتلكم منذ نشآته حتى ديسمبر الف تسعمائة وخمسة عن طريق الجامعية العمومية اللي اتطلبة استمر الرئيس له حتى وفاته في الف تسعمائة وحد عشر يعني عمر لطفي عمل النادي الاهلي وضع كل ما وضعه بس عاش اربع سنين فقط بعد نشأة النادي ملحقش يشوف كل اللي انتوا شايفينه النهاردة بعد مية وتلاتاشر سنة هو الراجل عاش الحلم اللي المهندس عدلي بيقول لكم عليه حلم وصدق حلمه بس عاش به اربع سنين فقط وتوفاه الله بتكرم البزرة بالضبط طبعا جهوده بقى في العمل التعاوني عمل حاجات كتيرة جدا في العمل التعاوني خلته دايما وابدا سباق في هذا الاتجاه بالاضافة الى عمله في المحاماة طيب فكرة النادي الاهلي ولد ولدت في عقل عمر لطفي المؤسس من وحي نادي طلبة المدارس العليا اللي كان قسس قبلها وكان رئيسه ايضا عمر لطفي آآ عرض عمر لطفي فكرته اول ما الفكرة طقت في دباغه وصدق الحلم اللي المهندس عدلي اشار اليه اسر بيها المين عبدالخالق باشا سروت وده رئيس وزراء مصر دورتين بعد كده واحد رؤساء النادي الاهلي تحدث عمر لطفي لعبدالخالق باشا سروت اللي تحمس للفكرة جدا تثبت محاضر مجلس الادارة والجمعيات العمومية للنادي الاهلي ان عمر لطفي هو صاحب الفكرة وقف دولة رئيس اللجنة العليا عبدالخالق سروت باشا متحدثا في الجمعية العمومية للنادي الاهلي في جلساتها المنعقدة في 6 فبراير 1919 علشان يرسي مبدأ اشار اليه المهندس العدلي وهو بيسمع كلام فكري باشا ابازا انكار الزاد بصوا كلام النشيد الوطني او النشيد الاهلاوي المهم جدا لفكري ابازا عن ازاي الانسان يقدم نفسه لناديه وازاي تصاغ بعد كده ان الاهلي فوق الجميع فوق جميع ابنائه فوق جميع مصالح افراده عشان يقول لي عبدالخالق باشا سروت باشواندس في 1909 كان يعني انت قلت ان عمر لطفي مات بعد 4 سنوات من وضع البزرة هو ما شافش الشجرة وهي بتزدهر لكن اللي بقى رئيس النادي بعد كده بعدها ب12 سنة رأى ان لا قوعوا تصدقوا ان رئيس النادي بس صحب الفضل صحب الحق وصحب اللي يجب ان نشار إليه ودي قيمة من القيم التي يتورسها النادي الأهل وتقليد من تقليد الأهل ازاي ندي كل صاحب فضل حقه دي المبادئ اقرأ لنا بقى يوقف عبدالخالق باشا سروت في امام الجمعية العمومية في 6 فبراير 1919 لنسب العملية لنفسه ولا ركب الموجة قال لهم ان اول ما ينطق به لساني في هذا الحديث هو اسم المرحوم عمر لطفي بيك ذلك لانه الواضع لهذا النادي وصاحب الفكرة في تأسيسه فكر عمر لطفي بيك في احوال طلبة المدارس العليا وكيفية تمضيتهم لأوقات فراغهم وفي علاقات خرجية بعضهم ببعض فرأى ان بعضا من الطلبة يقضون اوقاتهم في المحل العمومية ليس لهم من انواع الرياضة غير الجلوس في القهاوي وان البعض الاخر وهو من يرى الترفع عن ذلك يعتك في منزله وان الطلبة بمجرد اتمام دراستهم واشتغالهم بامور معاشهم اذا ما تفرقوا في البلاد وبعدوا عن القاهرة انقطعت بينهم اسباب الالفة واصبحوا اغرابا بعضهم عن بعض شكى الي تلك الحال بصوا اللي بيتكلم عبدالخالق باشا سروت للجمعية العمومية في النادي سنة 1919 يعني بعد 12 سنة من نشأة النادي وبعد 7 او 8 سنين من وفاة عمر لطفي شكى الي تلك الحال وما يترتب عليها من المدار الادبية والمادية وقال انه يرى خير دواء لها تأسيس فناء في نقطة صحية خارج المدينة يكون منتدى لطلبة المدارس العليا وممت خارجها يقضون فيه اوقات فراغهم ويتمرنون فيه على الالعاب الرياضية ويكون للطلبة الذين قضى عليهم جهاد الحياة ان يكونوا خارجا عن القاهرة وسطة في الاجتماع باخوانهم المقيمين فيها كلما سنحت لهم فرص العودة اليها بص اي حاجة تتبني صح تكامل صح ايوا قالك ايه الغرض ايه وقت الفراغ عشان ما تقدق مش على الهاوي وفيه ملايو في يد ويبقى فيه مجال للطلبة هو ما كانش طالب وقتها لكن معني معني ان الطلبة دول زنبهم ايه ما يقف انا بقول لشبابنا انتم متخيلين لما فيش اندية جماعة متخيلين ما فيش مراكز شباب قطاع كبير جدا من الشباب حيبقى مش لقى حاجة عاملة غير انه الله اعلم يقد وقته ازاي فالفكر انك انت تبتدي تخلق مجال في بقعة صحية نائية اللي هي تخيل ان الجزيرة كانت نائية بقعة نائية الصحية صحية تسبق النائية عشان يتجمعوا فيها ويلقوا مكان يمارسوا فيه الرياضة بالاضافة ان دي طبعا النبط بتاعة 1905 كان نادي طلبة المصريين فتطور الفكرة خريج المعاهد العليا فنفس الفكرة دي كانت بتغطي الجانب السياسي كملها بالجانب الرياضي بانشاء النادي الاهل طيب لما اكتملت الفكرة وعرضها في 8 ابريل 1907 في سبع مؤسسين للنادي الاهل اجتمعوا اول ما اجتمعوا في 8 ابريل 1907 عبدالخلق سروت باشا حسين رشدي باشا محمد محمود باشا اسماعيل سري باشا امين سامي بك ادريس راغب وعزيز عزة بك عمر سلطان بك اللي وفقوا على فكرة عمر لطفي في هذا الطرح الجديد جدا وهذه الفكرة الجديدة عليهم وتحدد الاجتماع الاول لتشكيل اللجنة العليا للنادي الاهلي لاشهار اعلان النادي في 24 ابريل 1907 زي بكرة 24 بالزبط تشكلت لجنة النادي الاهلي للالعاب الرياضية الاهلي من قيمته ان اسمه من اول ما نشأ لم يتغير ما رحش وجيل لكذا اسم ولا تبدل مع كل العصور هو النادي الاهلي للالعاب الرياضية برئاسة مستر ميتشل انس الانجليزي وعضوية ادريس راغب بك واسماعيل سري باشا وامين سامي باشا وعمر لطفي بك ومحمد افندي شريف سكرتيران لها اول اجتماع للمؤسسين هو اللي انتوا حضراتكم شايفينه يعني اذا كنا شفنا مبارح الكابتن محمود الخطيب وهو يرأس اخر اجتماع لمجلس ادارة النادي الاهلي بالفيديو كونفرنس حطوها جنب الصورة دية تشوفوا التطور والعراقة ده اجتماع اول مجلس ادارة للنادي الاهلي من المؤسسين كان لسه ما فيش جمعية عمومية بالزبط من اليمين بقى عشان تشوفهم عمر لطفي بك اول واحد قاعد جنبه حسين باشا رجدي جنبه عزيز عزة باشا جنبه ميستر ميتشي الانس ادريس باشا راغب امين باشا سامي الوقوف بقى من اليمين محمد افندي شريف محمد علي بيك دولار علي باشا ابو الفتوح ودول كانوا النخب المجتمعية الكبيرة والرموز الوطنية في هذا الوقت طبعا ميتشي الانس الانجليزي كان اختياره لترأس النادي للفترة بتاعت التأسيس هو قعد تقريبا عشر او حداشر شهر بالزبط ولما استدعته انجلترا عشان يروح قنصه ليهم اعتقد في الولايات المتحدة مشي لكن كان فكرة انه هو يتم اسند اليه رئاسة هذه اللجنة لتسهيل اجراءات الحصول على الاراضي والتخصيص والترخيص عايزين نوضع الحتة دي اي لما جي النادي الاهلي يعمل شركة الاهلي للانتاج الاعلامي اي حيخطب اني جهة الوزارة الوزارة اه انت المتخطب الوزارة يطلع مين وزير الوزير وقتها كان الدكتور علي الدين هلال اي لكن هو بصفته عشان يخلص الاجراءات ميتشي الانس كان هو اللي في ايده الموافقات اي وده كان اول نادي وطني عايز تخلق كيان وطني عايز له ارض عايز له اه فكرة انك تطرح اسهم اه تحطوله نظام كل الموافقات كانت تبدأ فين كانت تبدأ فين من تحت اشراف ميتشي الانس فقالي هذا السبب اختير بعد كده مع اول انتخابات او الانتخابات بقى بالمعنى مش الواسع بتاعها بتاع الجامعات العمومية انما مين المجموعة اي بعد ما مش يميتش الاسع الانس يبتدوا اختاروا بقى كله مصري ومصريين طيب اه بعد كده قررت اللجنة في 26 مايو 1907 تأسيش شركة مساهمة برأس مال 5000 جنيه في تاريخ الدين التاريخ ده في 26 مايو 1907 يعني بعد حوالي شهر بالزبط من الفكرة كان بصوا بقى شوفوا الرياضة المصرية دلوقتي وكله بيتكلم على نفسنا الرياضة الانديات تتحول إلى شركات هي بتاديت شركة النادي الآلي بدأ بما يحلم به الاخرون الآن بدأ كده دي البداية الصح شركة مساهمة برأس مال 5000 جنيه للسهم لتأسيس النادي في 19 يونيو خمسة جنيه للسهم هي رأس المال كله خمسة سلاة أيوة وخمسة جنيه للسهم الواحد في 19 يونيو 1907 تسلم المؤسسون أرض النادي من مصلحة أملاك الدولة كانت مساحتها بالزبط النادي الأهل اللي انتوا شايفينه دلوقتي ما شاء الله على امتداد أربع فروح مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس ومرسى مطروح هذا الانتداد الكبير جدا وفرع الأقصر هذا الانتداد الكبير جدا للنادي الأهلي بدأ هذا النادي العملاق على مساحة أربع فددين وتمان أراريط وسبعتاشر ساة هي دي المساحة اللي أنشئ عليها النادي الأهلي في الجزيرة طبعا بعد كده اتحادل الكرة اقططع جزء منه ده الرسم الكروكي بتاع النادي وقتها لا بس بعد النادي الأهلي كان وصل حاجة عشرين فددها بالضبط وفي وقت دسوقي صلاح دسوقي اللي هو كان محافظ القاهرة حاجة غريبة كان قدامك مركز الشباب ده حبل افتتاح النادي يعني أنك انت تعد الشارع تدي الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري الجزء من مركز الشباب لا تخده من النادي الأهلي دي كانت حاجة برضو محتاجة تفسير يعني حاجة أدور فيها شوي وكمان بعد كده تم اقططاع جزء من النادي لإقامة برج القاهرة في الستينات يعني حتى برج القاهرة لما أقيم أقيم بالاقططاع من جزء من أرض النادي في الجزيرة شفتوا الافتتاح الرسمي للنادي الأهلي كان في 26 فبراير 1909 الرسم الكروكي للنادي حضراتكم شفتوه لكن يكون النادي الأهلي بعد خمسين سنة عنده هذا الامتداد الكبير جدا على حتى المحيط العربي بتاعه ما من دولة عربية إلا وفيها نادي عربي شقيق يحمل اسم النادي الأهلي تيمنا بالأهل المصري نادي أو أكتر نادي أو أكتر أو أكتر لأنه في دول فيها عدد كبير من الأندية التي تحمل اسم الأهلي لكن كان البارز والأهلي بيحتفل بخمسين سنة على نشقته يعني 1957 الأميرة عبدالله الفيصل رئيس شرف النادي الأهلي يكتب قصيدة زين النوادي للنادي الأهلي ويغنيها الأهلاوي الكبير يكتب له فكر باشا أبازة نشيدا ويكتب عنه سمو الأمير عبدالله الفيصل اللي اسمعناه ويغني له عبدالحليم حافظ وتشد في رحابة السيدة الغناء أم كلسوم لتحصل على وسام الكمال في أرض النادي الأهلي بحضور الملك في هذا الحفل في النادي الأهلي ولكن مكلسوم نقلا عن الإعلامي طبعا اللي هو موسوعي سمير صبري بيقولك أنا سألتها لو أنت مش كوكب الشرق عايزة تكون قالت له عايزة تكون لعبة كورة حارس مرمى حارس مرمى النادي الأهلي عشان أزود عليه أزود عن الوطن يعني شوف الربط بالوطنية وأيضا احنا اتكلمنا عن عبدالخالي صارت ويعني يسمى دور عمر لطفي طب أمير الشعراء واحنا بعملين نكتب هو في القمم في الفن والأدب والسياسة والرياضة والغناء والغناء أعمى أحمد شوقي أمير الشعراء يكتب عن عمر لطفي عن عمر لطفي مؤسس النادي الأهلي ما تورلنا بصوا بقى يا دي لحظات الفخر بالنادي الأهلي بجد سيبكم من كل الرغي الفاضي هو ده النادي الأهلي شوفوا بقى أمير الشعراء أحمد شوقي هو اللي بيكتب عن عمر لطفي مؤسس النادي الأهلي بصوا العظمة وبصوا حالة الفخر اللي عنده كل أهلاوي لما أمير الشعراء يقول عن مؤسس النادي الأهلي في رثائه اليوم أصعد دون قبرك من براء وأقلد الدنيا رثاءك جوهرة وأقص من شعري كتاب محاسن تتقدم العلماء فيه مسترم ذكرا لفضلك عند مصر وأهلها والفضل من حرماته أن يذكر العلم لا يعل المراتب وحده كم قدم العمل الرجال وأخر يا سيد النادي بصوا بقى عرفانا بفضله في تأسيس النادي بس هو بقى شوف بقى ونبي عايزة أقفلك هنا ونبي عشان دي مهمة جدا هو ابتدى بيشيد بدوره في خدمة مصر أيوة طبعا من خلال مش بس التعاونيات العلم والعمل ومن خلال إنشاء النادي الآله أيوة يوم يذكر النادي تعديد عشان الناس ما تروحش بعيد يقول يا سيد النادي وحامل همه خلفته تحت الرزية موقرة شاهد الأعادي كم سهرت لمجده وغدوت في طلب المزيد مشمرة ولبثت عن حوض الشبيبة ذائدا حتى جزاك الله عنه الكوثرة شبان مصر حيال قبرك خشع لا يملكون سوى مدامعهم قرى أسواك من أهل المبادئ من دعا مبادئ أهل المبادئ إذن هو كمان عمل يحدد ملامح النادي الآله ومؤسسيه أسواك من أهل المبادئ من دعا للجد أو جمع القلوب النفرة غيرتني حزنا وغيرك البلاء وهواك يأبى في الفؤاد تغيرا فعلى حفظ العهد حتى نلتقي وعليك أن ترعاه حتى نحشر بص الترحم عليه إلى أن نلقاك على خير طيب دعمر الشعراء كل القمم الفنية والأدبية والرياضية والسياسية كانت لها رباط وثيق موثق كيف يمكن سرقة تاريخ مثل هذا النادي إلعبوا غيرها مش هتقدروا مش هتقدروا تاريخ موثق من أعظم شخصيات ورموز هذا الوطن الوطنية والاقصادية ولسه لما نيجي في حينه نتكلم بقى على الإقصاد ونتكلم على رجال الأعمال ونتكلم على هذا النادي بالتفصيل هنعرف هنعرف لماذا هو مختلف ولماذا هو يعني في محاولة لسرقة تاريخه وتغيير المصار لكن هاي هات لأن جزور هذا النادي بعظمته وبقيمته وبالعمل اللي تأسس عليه صح خليه عايش 113 سنة تاريخا موثقة تاريخا موثقة باستقرار ما بعد استقرار يلفظ أي هزة ويلفظ أي غريب ويبعد أي دخيل ليبقى الأهلي ليبقى الأهلي في 113 سنة يرأسه فقط 14 رئيس شوفوا حجم الاستقرار ودلالته من أول الرئيس المؤسس للنادي الأهلي إلى الرئيس الحالي كابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب الرئيس الرابع عشر فمتخيلين أنه ميتش الأنس الإنجليزي ظروف اختياره لتراقص النادي لمدة عشر شهور أو حداشر شهر كان بيعمل مستشار لوزارة المالية المصرية أنزاك تم اختياره ليكون أول رئيس للنادي الأهلي بسبب نفوزه لدى السلطات الإنجليزية المتحكمة في زمام الأمور في ذلك الوقت وهي أهم تفسير أهم تفسير للوضع وبالفعل ساهم ميتش الأنس في تسهيل عملية الحصول على الأرض المناسبة لبناء النادي عن طريق الحكومة الإنجليزية واستمر ميتش الأنس رئيسا رسميا للأهلي حتى يوم 2 إبريل 1908 يعني سنة بالكامل حيث قبل مجلس الإدارة استقالته لأنه كان يستعد للعودة لبلادي ولم ينس له الأهلي فضل التأسيس لما الأهلي احتفل ببناء مبنى الاجتماعي بتاعه وبيه يفتتحه دعا ميتش الأنس للحضور طيب بعد ما مش ميتش الأنس أول رئيس للنادي الآلي من المصريين هو الرئيس الثاني على طول عزيز عزة باشا عزيز عزة باشا في عهده تم افتتاح فرع النادي في الجزيرة 1909 ده عزيز عزة باشا بصوا النخب الاجتماعية النخب الاجتماعية الكبيرة في عظمة النادي الآلي تم تأسيس في عهد برضو عزيز عزة باشا تم افتتاح فرع النادي في الجزيرة تم تأسيس أول فريق لكرة القدم 1911 يعني النادي القرن اللي انتوا بتزهوا بي دلوقت في كرة القدم اللي قدمت للنادي الآلي تلاتة أو أربع رؤساء كبار ترأسوا النادي الآلي من نجوم كرة القدم كابتن صالح سليم كابتن عبدو صالح الوحش عليهم رحمة الله الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب هذا الرباع الكروي اللي رأس النادي الآلي في حقب مختلفة بدأ بداية عصر الكرة في النادي الآلي بأول فريق 1911 في عهد عزيز عزة باشا من 109 سنة اه يعني الكرة في النادي الآلي من 109 سنة بالضبط عزيز عزة باشا من أول 1908 ظل رئيسا للنادي الآلي حتى 1916 يعني قعد 8 سنين بالضبط بعدها أصبح الرئيس الفخر للنادي من سنة 1929 ل 1941 عزماء مصر كانوا من أبناء النادي الأهل عزماء مصر من قيادات النادي الأهل لما تتكلموا على المساهمين طلعت باشا حرب رائد تمصير الاقتصاد المصري وصاحب بنك مصر وصاحب شركات المنسوجات اللي عمل تمصير كبير جدا للاقتصاد المصري كان واحد من أهم المؤسسين أو المكتتبين في أسهم النادي الأهلي هو وهو يعني يرفع لوقت تمصير الاقتصاد المصري هو أيضا ساهم في تمصير الرياضة المصرية ستلاقي عبدالخالق باشا سروت عبدالخالق سروت باشا الرئيس الثاني للنادي الأهلي بعد عزيز عزة باشا والرئيس الثالث في العموم تولى رئاسة وزراء مصر مرتين في عهد الملك فؤاد الأول كان أحد المشاركين في تأسيس النادي الأهلي في 9 فبراير 1916 تولى رئاسة النادي ويعتبر الإنجاز الأبرز في فترة رئاسة عبدالخالق باشا سروت وضع قانون النادي الأهلي عقب توليه الرئاسة في بداية عام 1916 وظل رئيسا حتى 1924 يعني عبدالخالق سروت باشا من 1916 ل 1924 بنتكلم في 8 سنين وبردو ذات 8 سنين بصوا الربط بين الأمس واليوم مجلس إدارة الأهلي الحالي برئاسة الكابتب محمود الخطيب صدر في عاده القانون الجديد للنادي لايحة النظام الأساسي اللي اعتبرت ده دستور النادي الأهلي واللي كانت من خلال حوار مجتمعي منقطع النظير قدم بيه الأهلي تجربة رائعة جدا في الممارسة الديمقراطية سليمة بس ما جابهاش من نفسه ومش افتكاسة ومش اختراع لأنه هو ده التاريخ وهو ده النبع نبع النادي الأهلي أنه في عهد عبدالخالق باشا سروت تم وضع قانون النادي الأهلي في 1916 أقولك على مفاجأة ليست بالمفاجأة هي مفاجأة لأنه لا حدش يتكلم فيها لما مجلس إدارة النادي الأهلي في نهاية فترته تعكبت حسن حمدي اللي هو صدر قرار بحله لمدة 3 ساعات في واقع غير مسبوك ولماذا 3 ساعات أو عايز نحكيها لك أحكيها لك أنا مش عايز نأجيلها فضل إحنا بنتكلم بين الأبس واليوم بوس يا سيدي جم قاله إيه أصلي مجلس الإدارة مش عايز نطبق قانون التمت سنوات إسبق دي شهر أو أكتر كان النادي الأهلي قدعها لعقد جمعية عمومية لإقرار النظام الأساسي للنادي الأهلي والتعديلات عليه ماذا كان ضمن بنود هذا التعديل إن مجلس إدارة الاندية تبقى 8 سنوات يعني كابتن حسن حمدي دعا لجمعية عمومية لإقرار بند الثمان سنوات كويس وخد موافقة المدرية ما هو التأمل التاريخ هنا لازم حد يذكر الكلام ده ويجيبه ويجيبه بورقه والحمد لله أنا طلعت هذه الاعترافات على الهوى من مجموعة أسئلة سألتها للأستاذ محمد سويلم في ضيافة الإعلام بإبراهيم كان وكيل وزارة الشباب الرادة في القاهرة كان مدرية كان لها رئيس المدرية مدير الشباب الرئيس مدير الشباب الرئيس اللي هي الإجرائية بتبدأ بها فخد الموافقة يقوم ييجي الوزارة توقف إجراءات عقد الجمعية العمية لإقرار النظام الأساسي إيه الحجة علشان هم عايزين التمسين التمسين موجودة في النظام أكتر من كده أن يتم معاقبة السيدة المسؤولة عن إرسال هذا الخطاب للنادي الأهلي والتحقيق معه من قبل الوزارة إزا تديلهم الموافقة مع أن ده شأن المدرية ما حصلتش قبل كده ثم تبتدي سلسلة من الإجراءات للتنكيل بهذا المجلس مش عايزين ينسب للمجلس أنه كان يرعى فكرة ديمقراطية حابوا أنها تبني أنها مفروضة عليه وحسبتك أن الكلام ده إحنا لما جينا ننقش النظام الأساسي طلع معانا الأستاذ كامل زاهر قال لك الكور الرئيسي كور يعني المحتوى الجوهر والمهاجم محمود طه الرئيسي النادي بعد كده أكد على هذا الكلام استندوا إلى المخترح بتاع الكابتن حسن حمدي خصوصا في بندة 8 سنوات طب اختلافنا معاهم في بندين عشرة و 11 اللي هو مبتوع اقتصاديات إزاي كان النظام الأساسي اللي إحنا مكناش موافقين عليه بعد كده كان في عهد الطرح التعامل ما اسم حمود طهر إنه كان عايز يغل يد جمعية العمومية في إن النادي الأهل يقدر يعمل شركة دون الرجوع لجمعية العمومية تبيع كرة القادة وده اللي إحنا اعترضنا عليه ما علينا يعني دي مش مش إنما كنت عايز أقول لك إن تعاقب السيدة اللي إدت موافقة ويتلغي الجمعية العمومية اللي حتقر نظام الأهلي ثم في محاولة للالتفاف على القانون اللي كان بالليل حيصدر الدستور اللي حيغل مبدأ يد المسؤولين الحجومة في إن هي تحيل مجالس إجراءات المنتخبة اللي من خلال جمعية العمومية طرح الثقة زي ما عمل الوزير المحنك الدكتور عم منعم عمارة أيام الكابتن الوحش وراح طرح في 92 ها في 92 والجمعية العمومية اللي أقار بسحب الثقة وإجراء انتخابات في نفس اليوم أي المجلس تكميلي فيوم خد بقى الخرق الأكتر خرق الأكتر إنه يجي أنت طرحت معادل الاتخابات وكان في مشكلة لجنة الإنمبية كان في مشكلة وبيتقول لك يعني لو أنت مش عايز تعمل التخابات من حقك استنى لما يطلع الدستور الجديد والقانون الجديد وتعمل لأن كده كده بعد القانون الجديد لازم عتطرح القانون بالجمك كان قبل 45 يوم لازم تعمل لجنة قضائية من ثلاثة الجهة الإدارية تحددهم مسؤولين على الإشراف يروحوا يستلموا النادي ويغل إيد مجلس الإدارة إلا في تسيير الأعمال وتبتدي هي دي تبقى مسؤولة عن إدارة العمليات اللي يتخب هي الجداول والإجراءات والكلام ده ويتعين ثلاثة مستشرين أجل يقوم ييجي قرار وزاري في غير الموعد القانوني اللي بقى أقل من شه عشان يشيل الثلاثة قضاء ويجيب ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية من أصدقاء السيد الوزير يشرفوا على الانتخابات وهو ده اللي استرد إليه من رفع القضية ضد مجلس ضبط النادي الأهلي وعشان كده اتحكم بعدم جواز الانتخابات ضد المجلس وده اللي أنا السؤال اللي سألته للأستاذ محمد سويلم فيه وأنا ضيف أستاذ برين فاي سألت ثلاثة أسئل هو القانون بيقول إيه في الحتة دي لازم قضاء قبلها بخمسة واربعين يوم طب إيه اللي حصل اتغيروا في الوقت القانوني لأ بقضاء لأ بالثلاثة من أعضاء الجمعية لأ طب وضع قانوني لأ يبقى إزاي هعمل انتخابات على وضع غير قانوني ما أنا قلت كده للوزير وهو أثر أثر ده كلام مسجل عند رسال المداخلة دي واخد بالك احنا مش بنحكي تاريخ يعني على مزاجنا أنا أنا ليه بقول الكلام ده شوف طول عمر تاريخ النادي اللي قال إزاي إزاي النادي اللي كانت بتدعم العمل المؤسسي إزاي الأجيال المتعاقبة كانت بتحترم تقاليد وقيم النادي الأهلي لما يجي واحد بقى يهدر لك كل ده في فطرة وجيز قد كده يجيب ألا تتوه من ذاكرة الجميع كل من ينتمي لهذا النادي العريق سواء جماهير أو أعضاء جماعية عمومية من يفعل هذا الشعراء الأمراء كبار يعني في مين أكثر من مكلسوم وعبد الحليم وعبد الحليم يغنونه في مين أعظم من شوقي والأمير عبد الله الفيسل اللي اكتب عنه شاعر كل هؤلاء تغنوا بالقيم التي أقصها على حضراتك وعلى أسماع السادة المستنعين طيب عبد الحليم باشا سروت شفنا مآثيره في النادي الآلي وإزاي في الفترة بتاعت رئاسته للنادي تم وضع قانون النادي الآلي منذ توليه الرئاسة أو عقب توليه الرئاسة في عالم تسعمائة ووستاشر وظل رئيس حتى 24 بعد منه واحد من الرؤساء الكبار للنادي الآلي الحقيقة جعفر والي باشا أول رئيس للاتحاد المصري لكرة القدر كان في 1921 وهو رابع رئيس للنادي الآلي كم سنة ده بقى كان من كبار مؤسس النادي الآلي سنة 1907 يعني دول ده من الأباء المؤسسين ظل عضوا في اللجنة العليا لعدة سنوات ثم انتخب رئيسا للنادي منذ سنة 24 حتى 1940 كم سنة 26 سنة أطول أطول رئيس نادي 26 سنة جعفر والي باشا رئيسا للنادي كان له دور كبير جدا في تطوير النادي عمل على اشتراك مصر في أولمبياد 1920 وفي أولمبياد سنة 24 تولى منصب وكيل اللجنة الأهلية للرياضة البدنية وأصبح رئيسا لها وتولى رئاسة النادي الفترة تانية من 41 حتى 44 يعني بشكل متصل من 24 ل40 ثم رأس النادي في دورة تالية من 41 ل44 وأعتقد أنه ده في فترته حدثت مشكلة حجازي وتيتش وقضية 28 1928 وإيقاف في الفترة الخرانية كان بأريسي لتعاد المصر أيضا بالزبط أحمد حسنين في تولى رئاسة النادي الأهلي 1944 تم انتخابه رئيسا للنادي بعد وفاة جعفر والي باشا كما كان حسنين رئيسا لنادي السلاح الملكي في عهده تم إنشاء حمام السباحة في النادي الأهلي في الجزيرة لأول مرة في عام 45 انتهت وليته بوفاته توفي رئيس النادي الأهلي في حادث على كبري أصر النيل في 19 فبراير 46 بص أحمد حسنين باشا ده كان بطل سلاح ومس المصر في الدورة الأولمبية أول من مس المصر الأولمبية وكان بطل مصر في السلاح وكان بطل يعني يعني وكان في الدوان الملكي مع الملك يعني أي إذن شوف امتزاج الرياضة واهتمام الرياضة كان على أعلى مستوى فما كانش غريب إنه هو وهو هذه القيمة الرياضية السياسية أن يترقص النادي الأهلي اللي جاي رئيس صاحب أياد بيضاء على النادي الأهلي وأحب الأهلي بعنق وأقدم له خدمات جليلة جدا أحمد عبود باشا أحمد عبود باشا واحد من كبار رجال الأعمال في مصر في ذلك الوقت أصبح رئيسا للنادي الأهلي قبل ما يبقى رئيس كان تبرع للنادي الأهلي بتلت تلاف جنيه لمشروع إنشاء حمام السباحة اللي كان أنشئ في عهد أحمد حسنين تم إقامة حفل تكريم له سنة 44 تقديرا لمجهوده وبعد عامين توفي أحمد حسنين باشا ليصبح أحمد عبود باشا هو الرئيس بالتسكية للنادي الأهلي في عهده حصل فريق الكرة على تسع بطولات متتالية للدوري اللي هي السنوات من 48 لل56 اللي هي السنوات التي يقيمها فيها الدوري لم يخسر الدوري في سنوات ذا 56 57 عشان عدوان توقف الدوري وتوقف مرتين كل السنوات اللي لعبها في عهده هذا الرجل لم يخسر الدوري طب ماشي ليه اتأمم في الستينات وصافر في سياسة التأميم وسافر لندن طيب هو أحمد عبود باشا ده كان رياضي هو أهم شخصية اقتصادية بعد طلعت حرب في تاريخ مصر اه في تاريخ مصر هو طلعت حرب بمصر الاقتصاد وأنشأ البنوك وعمل عمل النظام اللي استطاع من بعده رجال الأعمال انه يبقوا رجال أعمال هو كان عنده البصة الخدوية اللي هي شركة شركة عملاقة سطول بحري عملاق صناعة السكر في الحوامدية يعني كان رجل لو كان كمل كان بقى عمل طبعا مسيرة اقتصادية ورياضية غير مسبوقة هو يقول عمله كمان غير مسبوخ طيب إذا كان بقى في كرة القدم إحنا قلنا عبود باشا في عادو فاز القالي بالتسعة دور الرقم القياسي الصامد لبطولة الدوري في أول تسعة مواسم متصلة من بداية المسابقة في تمانية واربعين بعد منه جيه صلاح الدين الدسوي ده كان محافظ القاهرة تولى رئاسة النادي اللي تلت سنوات تبنى فكرة مقر جديد للنادي هو اللي بدأ يتكلم عن حتة التوسع عارف إنه في الفترة دي الأهلي صدر له قرار بضم نادي القاهرة ليه لكنه قرار لم ينفذ وقال لك تم ممكن ياخد نادي المعادي فقال لك لا بعيد فبدأ الحديث عن أرض بديلة أخرى اللي بعد كده تبلورت في عهد الفري المرتجي إلى أرض مدينة نصر صلاح الدسوي تولى رئاسة النادي اللي طرح في تمانية وعشرين يونيو خمسة وستين إنشاء فرع للنادي ومقر جديدة في أنحاء مصر ده الأفكار اللي بتتنفذ دلوقت واحد من الرؤساء التاريخيين الكبار للنادي الأهلي إذا كان في عهد عبود باشا كرة القدم الأهلي فاز بتسعة دوري في عهد الفريق المرتجي الأهلي الشارك لأول مرة في أفريقيا كنادي القرن اللي بعد كده هتفضي هذه المشاركة في فتح الباب إلى نيل لقب نادي القرن الفريق عبوحسن كامل مرتجي واحد من قيادات القوات المسلحة المصرية البواسل بدأت ولايته الأولى للنادي عام خمسة وستين عرب سبعة وستين ثم عاد لكرسي الرئاسة مرة أخرى في عام واحد وسبعين في عهده شارك الأهلي لأول مرة في بطولة أفريقيا للأندي أبطال الدوري كان سنة ستة وسبعين وقام بأول خطوة نحو بناء مقر جديد للأهلي في مدينة نصر ثم عاد الفريق مرتجي مرة أخرى لرئاسة النادي عام واحد وسبعين بعد الحرب أو بعد ناكسة يونيا ظل على عرش الأهلي ليقود ولاية جديدة من تمانية نوفمبر اثنين وسبعين لغاية اثناشر ديسمبر ثمانين شرفت أن أنا كنت معاه في مجلس الإدارة من ستة وسبعين ثمانين كنت أنا في قائمة الكابتن الصالح لنزلنا أول مرة كرئيسة للنادي الأهلي في مواجهة الفريق مرتجي كنا قائمة وربنا يعني بالنسبة للكابتن الصالح يعني بفارق ضئيل ما كان لوش حظوظ في أول تجربة يخدها وأنا دخلت مع الفريق مرتجي عشان يعني برضو يكون من حظي أن أترأس بعثة النادي الأهلي في بطولة أفريقيا في مواجهة أهلي ترابلس أهلي ترابلس كناك سيبني هنا سبع ثلاثة وكان وقتها برضو دي قصة طريفة شوية لأن طبعا أنا كنت من قائمة بتاعة الكابتن الصالح وكان كان الساس كمال الحافظ غاوي داعيبني يعني فأولا شالني من المكتب مش مشالني يعني ما دانيش فرصة أن أنا نرشع نفسي حتى في المكتب في أي حاجة يا دوبك لجنة الشباب مسيكة لجنة الشباب فبعد شوية جاء الفريق جاء الكابتن عبد صالح الوحش استقال وراح ليبيا يمرن فهم شافوا أداء أن أنا لا مش دخل أنا أكف ولا حاجة يعني الرجل بقيت عودوا مجلس إدارة منتزم بمصلحة النادي إلى ربنا يجبني بقى في انتخابات جاي أقول لهم رأي أنا مع الكابتن صالح تاني فدخلوني المكتب التنفيذي اتعامل مكتب تنفيذي مشترك ثلاثة من الأهل وتلاثة من الزمالك شرفت إن أنا كون من الثلاثة بتوعي النادي الآل بيننا وبين الزمالك وبعدين جت النادي الآلي حيرد بقى الماتش هنا سبعة ثلاثة ويروح ليبيا وحيروح ليبيا في الوقت ده كان أحد زعماء الليبيين المعارضة المنشقين هرب لمصر كان فيه بقى مشكلة بيننا وبين القذافي أعظونا كان اسمه البكوش حاجة كده عبد الحميد البكوش فكان من المقرر إن حد حيزت احترق أستاذي البعسة فاعتذر أي بقى طوالت الاعتذارات فراح كمال حفظ بسيسلي بدعابة كده قال لي ما تطلع أنت يا أخويا خلينا نخلص منك مقامل البكوش أه والله قال كده فقلت له ما طلع كمال بي قال لي انت بتتكلم جد تطلع قلت له كمال بي حيحصل حاجة من اتنين هنتعامل على أعلى مستوى عشان يقولوا إن احنا ناس يعني السياسة دي على جنب لكن الغياضة لها وضع خاص ها يا إما حيقونا ويعتقلونا فأخش في التاريخ أيوة حتيبتد أنتو تحرروني من من الأمم المتحدة فديحك قال لي يعني تطلع قلت له والله هطلع كمال بيدي تجربة مسيرة جدا وفعلا أنا توقعتوا استقبلونا من تحت الطيارة استقبال في منتال حفاوة ويعني ودخلنا الملعب يا أستاذ إبراهيم أول ما دخلنا أول فرقتين ما نزلوا ببص على الملعب كان مصوجر لقيت مين بيتفرج على الماتش جمال عبد الناصر عبد الناصر أنت شفت الألترس بيعملوه دلوقتي ها 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 مفيش غير سورة عبد الناصر كل استاذ سورة جمال عبد الناصر ها طبعا ليبيا والقذاة في وقتها ها ها يعني هو ده الرد يعني ده الرد اللي هو كان يعني بيرده وطبعا الماتش وخسرنا واحد صفر بكرة مش مش شرعية ليه كان إن داريك لعبة حرة غير مباشرة حاكم رفع يدو لا هي شرعية وكبت وكبت سابت ما خدش باله فطرع عليه على مسأة لو سابت خش جون ما كانتش هتتحسن لأنه كانت لازم تلمس حد فلما سيتيده دخلت جون وخسرنا واحد صفر لكن قابلونا مقابلة كبير الشيء كده الواحد يفتكر قصة طيب خلال فترة بقى الفريق مرتاجي لأنه ظروف الاستدعاء العسكري خلاها سابت نادي وبعد كده رجع بس خلال فترته تخلالها تولي رئاسة الأهلي للدكتور إبراهيم الوكيل تولى بين الولايتين بتوع الفريق مرتاجي كانت لم تكن وليته مليئة بالأحداث الرياضية بسبب حرب 67 اللي تسببت في توقف النشاط الرياضي لفترة طويلة وفي عام 71 رجع الفريق مرتاجي مجددا لرئاسة النادي كابتن عبدو صالح الوحش واحد من مدرب كرة القدم الكبار وواحد من لعيب النادي الأهلي القدامى تولى رئاسة النادي في الفترة الفاصلة بين ولايتين برضو لكابتن صالح سليم كابتن صالح سليم دخل الانتخابات لأول مرة على مقعد الرئيس 76 لم يوفق أمام الفريق مرتاجي فريق مرتاجي من 76 لـ 80 كابتن صالح دخل ضد الفريق مرتاجي في المرحلة التانية فيه 80 كسب الكابتن صالح ترأس النادي الدورتين 80-84 84-88 88 قال أنا مش داخل دخل الكابتن عبدو صالح الوحش ونجح في انتخابات 88 ضد كمال بيحافظ على الجميع الرحمة يا رب إلى أن فضل الكابتن عبدو صالح الوحش حتى سحبت الجمعية العمومية الثقة من مجلس الإدارة في فبراير 1962 92 كابتن عبدو صالح الوحش كرياضي قاد الفريق الأول للأهل للفوزة على بنفيكا بطل أوروبا 62 قاد منتخب مصر كرة القدم للوصول لدورة لألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 84 كابتن صالح سليم يعتبر أول لاعب كرة يجلس على كرسي رئيس النادي الأهل في ديسمبر 80 بعد اعتزاله كرة القدم طبعا الكابتن صالح كان ليت أجربة كبيرة كمدير الكرة في النادي عام 71 عام 72 قرر خوض انتخابات عضوية مجلس إدارة النادي حصل على نسبة 45% من الأصوات بفرق ضئيل دي الانتخابات الرئاسة بقى بتاعت 76 عن الفريق عبد محسن كامل مرتاجي ثم خد الانتخابات التانية في 80 واستطاع الفوز بكرسي رئيس النادي اللي قال لي استمر زي ما قلت لحضراتكم حتى 88 ابتعد سمعات في فبراير 92 واستمر حتى توفاه الله في مايو 2002 تعالوا نتكلم على فطرة الولاية عشان نشوف إزاي مجلس الإدارات كان بتحتفرم بعضها رغم من المنافسة الانتخابية كابتن صالح نزل انتخابات 76 و80 قدام الفريق مرتاجي خد 45% وخسر بفارق بسيط الفريق مرتاجي بقى رئيس نادي لم يحدث مشكلة واحدة ولم يستسمر مشكلة واحدة ضد المجلس خالص جاي بعد كده الفريق مرتاجي في انتخابات 80 84 كابتن صالح المرة دي وفق على الفريق مرتاجي فريق مرتاجي كان يتردد عن نادي الأهل يوميا ولم يحدث مشكلة واحدة لمجلس الإدارة القائمة خالص كله بيقول لك المجلس جاي جمعية عمومية هنحترم قرارها كلنا بنقدف معاه ومعاه وإيد واحد جاي كابتن صالح 88 هو طبع على نفسه مبدأ الثامن سنين كان شيء مجبر كان ممكن يكمل فبعد الثامن سنين قال لأنا استكفيت أنا عايز أحط هذا المبدأ وجيه كابتن عبدو صالح الوحش فطرة الكابتن عبدو صالح الوحش شادت بعض المشاكل أسفرت عن استقالة سبعة أو ثمان أعضاء مجلس إدارة دعت الوزير أنه يطلب سحب الثقة وانتخابات مبكرة في حالة سحب الثقة وراجع كابتن صالح لمدة أشهر وأنا كنت معاه في الفطرة دي منتخبين وبعدين من 92 لحد 2002 كانت 92 انتخابات مرتين فبراير للمجلس التكميل وأنوفمبر للمجلس الجديد جديد لكن القصة اللي بحكيها لك دي أن الفريق مرتد زيما أنت بتقول تلقف فكرة أن الأهل له أرض جديدة العضاء بتكتر الرقعة حوالي 18 فدان اللي موجودة في الجزيرة ما بقيتش متحملة التنامي بتاع عضوية النادي فروحنا خدنا في عصر الفريق مرتجي أرض من شركة مصر جديدة اشترينا أرض مدينة ناصر اشتريناه مش تخصيص جاي الكابتن عبدالصالح الوحش عمل إيه عمل المكت عمل الرسم جهزنا الفريق مرتجي بقى في آخر مرحلة له الكابتن صالح كمل لكن في آخر مرحلة له كان ابتدى أن الأرض عشان ما اشتغلناش فيها تتحاول أن كل مخلفات المباني بتاعت مدينة ناصر اللي كانت لسه مدينة جديدة تترمي في الأرض دي جاي الفريق آآ أبو غزالة آآ كلموه كابتن صالح وفي نهاية الفطرة بتاعته آآ عايزين نبتدي فالقوات المسلحة وكانت التكلفة عالية فمهمة بتكلفة رمزية جدا بس كانت آآ الفريق أبو غزالة اللوم الزبق المخلفات دي لما بنتوش فورا هترجعت تترمي آآ فبدأ مجلس دارة الكابتن الوحش فيه اتخاذ آآ إجراءات آآ يعني إزاي يبقى فيه طرح وإزاي يبقى فيه مكتة وتصور للنادي لما جاء المجلس الجديد التكميلي بقى تم توجه لصلاح حسب الله مهان صلاح حسب الله رحمة الله عليه كان وزيرنا للإسكان عايزين تبنوننا معناش فلوس واستدعيناها حضر مجلس إدارة النادي الآلي كضيف شرف يعني عشان بيبقاش الكلام رسمي وما نحرقوش وفي نفس الوقت يبقى شايف عالطبيعة مشاكلنا والرجل بمنطهل التواضع والبساطة حضر وقال أنا هشوف حل في الموضوع ده فإننا نكلف المقولين العرب إنها تبتدي تبني وبعدين تحط الأسعار ويبتدي فبالأمر المباشر قطاع عام خد الموضوع وبدأت المقولين العرب مشوار هايل جدا وتاريخ جدا وفعلا في خلال ثلاث سنين قدرنا نفتح فرع مدينة ناصر وده اللي الناد الأهلي في المجلس الحالي بيعملوا مع جهاز الهية الهندسية للقوات المصلحة في إنجاز المشروعات الجديدة سواء في التجمع الخامس أو استكمال المنشآت الجديدة نتكلم للمجالس كابتن صالح جاب وكابتن حسن جابوا أرض الشيخ زايد الموانش محمود طهر أنا أقولك بتاع التجمع لا الشيخ زايد الأول الموانش محمود طهر كانوا عملوا ببنية الأساسية الراحل الموانش محمود طهر كمل وفتتح كمل وفتتح الشيخ زايد وبعدين فكر في التجمع وبعدين جي كابتن الخطيب النهاردة بنافس مجال الإستدارات بتكمل بعضها شوفوا في الرأسالة الاربعتاشر تقدر تصنف كل حقبة كمشروع كمشروع أهلاوي تقدر تطلق على التلاتة أربع رأسائي الأولينيين دي حقبة التأسيس والتعزيز الحقبة اللي بعد كده حقبة التطوير والإنشاءات اللي فيها عبود باشا وفيها أحمد حسنين باشا وفيها وفيها ثم في مشروع رياضي كروي بالخصوص ارتبط بتلات عناصر تقريبا هم أبناء مشروع واحدة أبناء تجربة واحدة أبناء فكرة واحدة بدأت مع السبعينات مع تولي كابتن صالح سليم إدارة الكرة في النادي الكابتن حسن حمدي هو كابتن الفرقة وكابتن محمود الخطيب واحد من العناصر الموهوبة في الفريق أو في الجيل يكون التاريخ رابط بين التلاتة برابط واحد رابط أهلاوي تلاقي كابتن صالح سليم اللي ترأس النادي في الفترة الطويلة ديت وهو عضو مجلس إدارة الكابتن حسن حمدي مدير كورا ثم الكابتن صالح سليم رئيس نادي الكابتن حسن حمدي مر مدير كورا عضو مجلس إدارة أمين سندوق نائب رئيس النادي مع الكابتن صالح سليم حتى توفاه الله في مايو ألفين واثنين رحمة الله على المايز كابتن حسن يكون هذا الارتباط الكبير جداً له مع الكابتن صالح عشان يتولى أو يخلفه في رئاسة النادي بعد وفاته في مايو ألفين واثنين ثم يصبح الكابتن حسن حمدي رئيساً للنادي الأهلي حتى مارس ألفين واربعتاشر من ألفين واثنين لألفين واربعتاشر إتناشر سنة وزير الدفاع عن النادي الأهلي على كرسي رئيس النادي الأهلي كابتن حسن حمدي بس العنصر الثالث عشان تكون تجربة واحدة طوال مشوار الكابتن صالح والكابتن حسن في لجنة الكورة الفترات طويلة جداً معاهم الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي الرئيس النادي معاه باستمرار الكابتن محمود الخطيب كان عضو مجلس إدارة في أول مجلس تقريباً كابتن خطيب انتخب عضو مجلس إدارة بعد أيام قليلة من اعتزاله يعني في 88 كانت خلاص هو اعتزل في 87 88 سريعاً بقى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مع الكابتن وحش نفس المشوار في 70 برضو اعتزل وبقى عضو مجلس إدارة فالتلاتة كابتن صالح الكابتن حسن الكابتن الخطيب تقريباً أبناء مشروع واحد أبناء تجربة واحدة فيها كرة القدم تقريباً هي العنصر الأبرز اللي ساعد على تنامي شعبية النادي الأهلي وحصاده للبطولات لأنه كابتن حسن حمدي وهو ينهي فترة عمله في مارس 2014 احتفل بالنادي الأهلي أكثر أندية العالم تتويجاً بالبطولات القرية والدولية وطم تكريمه بعد كده كأبد الرئيس نادي أبد الرئيس نادي من قبل الاتحاد الأفريقي حقق كل هذه البطولات وفي عصره زي ما قلنا في عهد عبود باشا الأهلي حقق الأرقام القياسية في الفوز ببطولة الدور التسع مرات في عهد الكابتن حسن حمدي الأهلي نال الألقاب الأفريقية في دور الأبطال باحتكار وتفوق كبير جداً فيما بين التجربة اللي هي التجربة الأهلوية الكروية صالح سليم حسن حمدي محمود الخطيب بعد بين حسن حمدي ومحمود الخطيب يقتل مهندس محمود طاهر رئيساً للنادي الآلي في الفترة هو انتخب المهندس محمود طاهر عضواً في مجلس إدارة النادي في 96 بالتعيين في عهد الكابتن صالح سليم كما كان أيضاً ضمن عضاء مجلس الإدارة في الدورة التالية اللي هي من 2000 ل2004 ثم ترشح على رئاسة النادي في 2014 وخلف الكابتن حسن حمدي في رئاسة النادي إلى أن انتخب الكابتن محمود الخطيب على حساب المهندس محمود طاهر رئيساً للنادي في نوفمبر 2017 الرئيس الحالي للنادي الأهلي الرئيس الرابع عشر الكابتن محمود الخطيب أكثر لعب الأهلي في كرة القدم الشعبية ولعلها أكثر لعب الكرة الأفريقية شعبية الحقيقة حصل على لقب أفضل لعب في أفريقيا 83 انتخب عضو في مجلس الإدارة في 88 2000 عاد الخطيب مرة أخرى إلى الانتخابات نجح في الحصول على المركز الأول في العضوية في 2002 انتخب أميناً للسندوق وفي انتخابات 2004 انتخب الكابتن محمود الخطيب نائباً لرئيس النادي وفي 30 نوفمبر 2017 خاض الانتخابات على منصب الرئيس وفاز على حساب المهندس محمود طاهر زي ما انت قلت فيه ربط تاريخي في المشروع أن الكرة قدمت لك ثلاث قيادات قلما يتوفر بهذا بهذا التسلسل الذي أثر متداخل متداخل لكن بيكمل بعضه أيوة يعني ما بيكونش بعضه أيوة يعني شوف على مدى حاجة 20 سنة ولا 30 سنة التجربة ماشية بالضبط والضروب ما بيحصلش غير لفترات قليلة جدا يستفيق من النادي الآلي سريعا لأن أبناء التجربة فيها كل مقاومات النادي الآلي ومجساته وتاريخه أيوة من وفاء وتميز وأنكار ذات وحب الأهل يسبق كل شيء ثم الإخلاص الإخلاص في العمل واقتناع الجامعة العمومية واعضاء مجزة الضارة بقياداتها بيخليها تتناغم عشان تنتج وتثمر هذا النجاح كل الأمنية أن يستكمل الكابتن محمود الخطيب تجربته المسيرة بنجاحات بقى إفريقية بإذن الله تضاف إلى هذا الملف الحافل وهو قادر عليها لكن ما يقدمه مجلس الأدارة الآن في شتى المجالات لم يقابل مجلس الضارة النادي الآلي هذه الصعوبات من قبل صعوبات المالية توقف كل شوية توقف مرة لأسباب كروية مرة لأسباب كورونية كورونية حلوة نرجو أن احنا نخلص منا سريعاً عشان يستفيق النادي الآلي وكمل تجربته طيب هنطلع على فصل قصير بعد الفصل هنشوف إزاي شعبية النادي الآلي احنا شفنا التجربة الأخيرة التجربة الكروية اللي فيها خاد الأهلي نادي القرن واللي فيها حصد الأهلي كل هذه البطولات واللي باللي من المناسبة ما نقدرش نقول تاريخ كرة القدم مع هذا المشروع الثلاثي من غير ما نذكر بالخير والترحم الكتير على روح الكابتن طارق سليم لأنه كان قاسم مشترك مع هذا الثلوس في لجنة الكرة حتى توفاه الله كان الكابتن طارق سليم حتى اللحظات الأخيرة من حياته عضواً فاعلاً في لجنة الكرة بعد وفاة الكابتن صالح فضل الكابتن طارق مع الكابتن حسن والكابتن محمود الخطيب حتى أنفاسه الأخيرة ده الكابتن طارق اللي بنذكره دائماً وأبداً بكل الخير والترحم ما تذكر بقى بالمرة الكابتن عمجيد نعمان يا أخي أستاذنا كابتن نعمان بكرة ذكرى وفاته أو ذكرى رحيله واحد من أكثر من أحبه النادي الأهلي بصدق وعمق وفكر هيكون له دور أكيد في حلقة الـ 113 سنة بعد الفاصل اشتركوا في القناة